لا تتوقف الجبهات ولا تتوقف المعارك هنا في محافظة الجوف باختلاف جبهاتها من المصلوب إلى المتون إلى حام هذه السلسلة الجبلية التي تشهد منذ ساعات الصباح الأولى مواجهات هي الأعنف بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح والتي تتمركز في أعلى الجبل بينما تقف قوات الجيش الوطني وتحاول الوصول إلى أعلى حيث تتواجد الآن قوات الجيش الوطني في منتصف هذه السلسلة الجبلية غارات الطيران التحالف العربي أيضا تشارك في هذه المعركة حيث استهدفت أليات عسكرية تابعة للميليشيا يقف إلى جولنا هنا في هذا المكان القائم بأعمال المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن منصور الثوابة يحدثنا عن هذه العملية العسكرية والتصعيد العسكري في هذه المحافظة في الحقيقة العمليات العسكرية مستمرنا لها ثلاثة أيام أو أربع أيام من جبهة الغيل المصلوب إلى سلسلة حام ونحن الآن في صدد معركة لتطهير هذه السلسلة التي أمامنا منها جبل عمبر وما بعد والقواتنا الآن متقدمة والعملية العسكرية مستمرة ومستمرة كانت في الليل معنا في الغيل واحتلنا أكثر من موقع سبق وقلت أن حزمة الحلاة وانتشلنا مجموعة كثيرة من الألغام أكثر من ستين أو سبعين لغم والعملية العسكرية مستمرة حتى نصل إلى ما خطتنا لها بإذن الله إذن هي خطة عسكرية أعدتها المنطقة العسكرية السادسة هنا في الجوف لاستكمال تحرير ما تبقى من هذه المحافظة والتي تخوض أعنف معارك مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح والتي تتمركز في هذه السلسلة الجبلية وأيضا في جبال مختلفة من هذه المحافظة علي الجرادي قناة بلقيس محافظة الجوف